موسيقى انا دائما بحب علاقة الوالد مع بنته فاعكي لنا ديما اما بيقولك شو بيعني لك والدك لا انا اكيد بيعني لك اشي كتير بالنهاية البنت هي مثلها الاعلى بس انا كلمة حلوة منك انا انا اول اشي وعدد سميحة ما ابكي شكتي مش رح ازبط الوعي لا ابكي عادي حذر اه يعني شوفي انا دائما بقول اكتر اشي فخورة في في الدنيا مش نجاحاتي فخورة اني بحمل اسم بابا مأحلى لما بقولولي شو بتقربي لبس سامح الجاوي بقولهم اسم ديما بس سامح الجاوي هذا اكتر اشي انا فخورة يعاني صاري كتير مش ضابط الفلاني انا كمان ما بكم المواقف ابدا اقولي كتير احنا جمال هلا نبكي كل الاطراف على الهوى احنا انا انا حكيت هذا الحكي قبل سنتين لما استلمت جائزة كافضل شف الاردن وانت لهم انا بهدي هاي الجائزة لوالدي لانه هو مش بس علمني كيف اني اشتغل هارد وورك انه دائما بجيب نتيجة الشغل لما انتي بتعطي شغلك شغلك رح يعطيكي هذا تعلمته من والدي تعلمت الاسرار منه تعلمت انه ما شاء الله يعني عمره اوكي مش كتير كبير بس انه برضه مش كتير صغير لسه بابا بصحة بالعبرياضة بروع مكتب الصبح كتير بكير حتى لو دينية تلج وما زال قائم على رأس عمله وما زال بنتج وما زال يتنقل بين البلدان ويزور التلفزيونات وهو ليس متقاعد لانه ضد هاي الفكرة فهذا النشاط انا اكيد ما خدته منه بس احكي داما اهم اشي بابا علمني في الدنيا انه احترم جميع الناس بشتغل معهم يا سلام وهذا الشيء فخورة في طول حياتي لانه كل زملائي اكيد بيعرفوا كل الناس بشتغل معهم برؤية انه احنا كولنا عيلي واحدة هون هذا الشيء تعلمته في البيت من والدي ومن والدي واكيد من اللي بشوفه بعيوني كيف بابا يتعامل مع الناس انا ديما اقول لك انه انا اشتغلت معاك كمان استاذ بسام بحب احكي لك هذا الشيء كل شيء حكيتي به هالصفات المميزة اللي اهلنا ويمكن لما الواحد يكون في عنده خبرة بهذا المجال بيعرف انه بحتي يوصل هاي الخبرة يعني هاي انا بقول للناس هاي حقها مصاري الناس بتدور تروح دورات حول العالم عشان تحصل على هاي الخبرات والدورات اللي احنا نطلبها واللي كان عم بحكيها استاذ بسام لكن انتي اكيد يعني محدودة استاذ بسام ايش تحب تحكينا كيف المفاجأ اول اشيء مبسوط طبعا المفاجأة رائعة يعني وأشكركم عليها انا كل البرنامج بشكركم عليه لانه شعرت كأني في بيتي يعني مفيش تكليف انا بحب اصلا اكون طبيعي يعني مش من الناس اللي متصلبين في حركاتهم او او اللي بحبوا ينمقوا الحديث انا انسان عادي جدا وطبيعي جدا ومش كلمة متواضع فعلا انسان بحب الناس وبحب اخدم الناس وبشغلي دايما عمري ما يعني خنت امانة او اسأت لانسان بيشتغل معي ودائما التعامل لازم يكون التعامل حضاري وثقافي ومحترم فمن هاي ناحية اشكركم جدا يعني كل المفاجأ كل مفاجأة مفاجأة سارو اشكر ادارة طبعا رؤية على هذه الاستضافة واشكركم جدا بالعكس على لطفكم على الجهد اللي بتبذلوه ايضا في الاعداد للبرامج يعني هذا شيء واضح انت حكيتلي لما عندك زيارة على البيت قدي كنت معجب في الاعداد يعني انه عندكم لا وبحس يعني انه كيف بطلع البرامج يعني انا مثلا فوجئت كتير بشغلات انتو طلعتوها من الحوار اللي صار بيننا لكن مش متوقع مثلا انها تثار في الحلقة بالعكس منتشكرك أستاذ بسام موسيقى موسيقى